التلاميذ عندما راحوا قالوا للمسيح بقى تلبى كده تلبى جميلك تلبى كده مقدسة يعني روحية قوي قالت له قالوا له يا رب زد ايماننا احنا عايزين ايماننا كده يكبر يبقى قوي عضلات ايماننا كده تكبر يا رب زد ايماننا ففاجئهم ان هو قالوهم لو كان لكم ايمان مثل حبة الخردل اللي هي اصغر جميع الحبوب هتقولوا للجبل انتقل وانطرح في البحر فيتعكم احنا جايين نقول لك زود ايماننا كبر ايماننا جاي تقول لنا لو عندنا ايمان صغير قوي 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 زي حبة الخردل نقول للجبل انطرح في البحر فيتعنا كانوا ياسو عايزي فهمهم الموضوع مش مرتبط بحجم الايمان الموضوع مرتبط بحجم الاله اللي انت مصدق فيه الموضوع مش انت ايمانك قد ايه الموضوع انت الهك قد ايه الاله اللي انت مصدق بالنسبة لك قد ايه انت شايفه كبير قد ايه انت شايفه عظيم قد ايه انت شايفه قدير قد ايه لكذا يا جماعة ايمان صغير في اله كبير يصنع عجب ايمان صغير في اله عظيم يخليك تشوف الجبل وهو بينطقل وينطرح في البحر الكنيسة في ارض مصر ايمان زي حبة الخردل في اله قدير لا يستحيل عليه امر تصدق انه جبل الضلال يزوب كالشمع انه جبل الضلال ينهار ومايفضلش فيه حجر على حجر وتقف الكنيسة تطلب وتصرخ بايمان وهي عارفة انه الاله القدير لا يعصر عليها امر وتقوله كده زي ايوب قد علمت قد علمت انك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك امر المفتاح انك تشوفه وشكده بولوس يقولي اني عالم بمن امانت انك تعرفه تراه انا عارف مش بما امانت انا عالم بمن امانت لكن المفتاح التاني وانت بتسأل اجيب منين الايمان اقولك اول مفتاح اعرف ربنا ده يخلي عندك ايمان لكن الحاجة التانية اسمعوا اسمعوا هو بيقول ايه بص seen يا جماعة احنا مش بنصدق اللي على مزجنا احنا مش بنصدق امنيتنا احنا بنصدق اللي هو بيقوله عشان الايمان بالخبر والخبر بكلمة الله احنا بنصدق اللي هو بيقوله مش اللي احنا بنتمناه عشان هو مسؤول انه يتمم اللي هو بينطأ به عشان كده يشوع قال للشعب وانتم تعلمون انه لم تسقط كلمة واحدة من جميع الكلام الصالح اللي حصل في ايه الذي تكلم به الرب اليكم. الكلام اللي ربنا قاله مفيش كلمة واحدة منه سقطت. لكن ما ما تصدقش الا على مزاجك وتقول ليه ربنا مش بيسمع. ما تصدقش اشوائك الشخصية وتقول ليه ربنا مش بيسمع. اسمع ربنا. اسمعوا من خلال الكلمة. اسمعوا من خلال الروح القدس. اسمعوا الطرق مختلفة يأكد لك بها اللي هو بيقوله. والكنيسة تسمع ربنا. فتصدقوا. فتصدقوا.